المبعوث الشخصي من العام المتحدة نحن لا نرى أنه يمكن أن يغطي كافة اهتماماته اهتماماته بالقضية الصحراوية من دون أنه يعني يزور المناطق المحتلة لأنه من الصحراء الغربية سواء في المناطق المحتلة هي الجانب أساسي من اهتمامات الأمم المتحدة حيث الأمم المتحدة مسؤولة عن الإقليم لا أعتقد أنه يعني في القريب العاجل ستكون هناك يعني ستكون هناك يعني مواعيد جدية للمفاوضات نتيجة لاستمرار المغرب في هذا التلاعب واستمرار يعني أصدقاء المغرب هناك في محاولة تغذية تعنوته على هذا الأساس نحن نقول أنه مرة واحدة على الأمم المتحدة أن تستنتج بأنه ما لم يفرض على المغرب بأنه يسير بالشكل جدي ودون شروط مسبقة مثل ما تقول قرارات مجلس العمل الدولي سوف لن تتقدم الأمور ترجمة نانسي قنقر